بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب في درس التربية الصحية والبدنية أقدمه لكم أنا الأستاذ فهد بن علي القرني نتعلم في درسنا لهذا اليوم عن أهمية السرعة للأداء الرياضي نتعلم أهميتها أنواعها ما الذي يؤثر فيها فأهلاً وسهلاً بكم نهدف عزيزي الطالب من دراستك لهذا الموضوع إلى أولاً أن تتعرف على مفهوم السرعة وأهميتها للأداء الرياضي ثانياً أن تدرك أنواع السرعة والعوامل المؤثرة فيها ثالثاً أن تؤدي النشاط البدني بانتظام وكالعادة وقبل البدء في درسنا نقوم ببعض التمرينات الإحمائية لتنشيط الجسد ولتفعيل النشاط البدني هناك بعض الإرشادات عزيزي الطالب قبل البدء في تمارين الإحماء أولاً هيئ لنفسك مكاناً خالياً من المعوقات لسلامتك أيضاً ابدأ التمرين عند سماع إشارة البدء وتوقف عن التمرين عند سماع إشارة التوقف وأخيراً إذا شعرت بالتعب أثناء ممارسة التمارين توقف مباشرة عن الممارسة سيكون تمريننا الإحمائي الأول تمرين المشي في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بإجراء عملية التنفس كما تعلمناها في دروسنا السابقة نستنشق الأكسوجين من الأنف ونخرج ثاني أكسيد الكربون من الفم ببطء نكرر عملية التنفس أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الإحمائي الآخر وهو تمرين الجري في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن كما تعلمنا بين كل تمرين وآخر تكون هناك فترة استرداد وتهيئة للجسد قبل الشروع في التمرين مرة أخرى نلاحظ سيادة في عدد ضربات القلب ارتفاع في درجة حرارة الجسد نتيجة النشاط البدني البدني نقوم الآن بتهديئة الجسد ومعادلة ضربات القلب بإجراء عملية التنفس أحسنتم نقوم الآن بتكرار تمرين الجري في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بتهديئة الجسد بإجراء عملية التنفس قبل أن ننتقل إلى التمرين التالية نكرر عملية التنفس أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو التمرين ثني الجذع جهة اليمين ومن ثم جهة اليسار مع رفع الذراع عاليا لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بتهديئة الجسد معادلة ضربات القلب باستنشاق الأكسوجين أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو تمرين مد الزراعين أماما ومن ثم النزول إلى الأسفل ومعاودة الصعود إلى الأعلى لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بعملية الجري الخفيف في المكان مع إجراء عملية التنفس كما تعلمناها نكرر عملية التنفس أحسنتم قف ننتقل الآن إلى التمرين الإحمائي الأخير وهو تمرين ضم القدمين ومن ثم النزول إلى الأسفل والثبات لثماني عدات لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بتهديئة الجسد معادلة ضربات القلب بإجراء عملية التنفس استعداداً للبدء في درسنا لهذا اليوم نكرر عملية التنفس أحسنتم ننتقل الآن إلى مراجع عامة للدرس السابق والذي تحدثنا فيه عن معرفة بعض القوانين في كرة السلة قلنا في درسنا السابق أن الألعاب توضع لها قوانين بسبب التنافسية العادلة بين المتنافسين هذه القوانين تنظم الرياضة أو اللعبة وتضع لها ضوابط كذلك ذكرنا بأن هذه القوانين تحدث باستمرار لضمان العدالة في التنافس والشخص المهتم باللعبة بكرة السلة أو بأي لعبة من الألعاب الرياضية يجب أن يتابع القانون الدولي لهذه اللعبة لأنه كما ذكرنا يتم تحديثه باستمرار تحدثنا عن بعض القوانين في كرة السلة عن مساحة الملعب خطوط الملعب المساحات التي يجب أن تكون موضوعة على ملعب كرة السلة الطول والعرض وكذلك عرض الخطوط في الملعب ثم تحدثنا عن عدد اللاعبين في كرة السلة وكيف يكون التنافس بينهم ثم أيضا تحدثنا من ضمن مواد القانون عن بعض الحالات الرياضية في القانون وتحدثنا عن طاقم التحكيم في لعبة أو رياضة كرة السلة هذه كانت مراجعة سريعة لما تعلمناه في درسنا السابق نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن السرعة وأهميتها للأداء الرياضي فما هي السرعة؟ السرعة قطع مسافة معينة في أقل زمن ممكن وتعرف رياضيا بأنها سرعة أداء الحركات من نوع واحد بصورة متتابعة السرعة في أبسط تعريف لها هي قطع مسافة معينة في أقصر زمن ممكن وتعرف رياضيا بأكثر من تعريف أحد هذه التعريفات هو أداء حركات رياضية سريعة بنوع واحد لمدة متكررة أو متتالية كذلك يمكن تعريفها بأنها سرعة الانقباض العضلي في الجسم أثناء أداء المهارة أو أداء التمرين نتعرف الآن على أنواع السرعة وتفرعاتها وأيضا على ماذا تعتمد أنواع السرعة أولا السرعة الانتقالية وتسمى القصوى وهي محاولة الانتقال أو التحرك من مكان لآخر بأقصى سرعة ممكنة وتظهر في ركض المسافات القصيرة في ألعاب القوى أول أنواع السرعة هي السرعة الانتقالية أو ما يطلق عليها بالسرعة القصوى ويقصد بها الانتقال من مكان إلى آخر بسرعة وفي أقل زمن ممكن ويمكن أن نمثل على هذه السرعة أو نذكر عنها مثالا مثل سباقات العدو أو الركض الجري في ألعاب القوى حيث أنها تعتمد على الانتقال من مكان إلى آخر في أقصر زمن ممكن النوع الثاني من السرعة هي السرعة الحركية وتسمى سرعة أداء الحركة وتعني سرعة الانقباضات العضلية عند أداء الحركة لذلك تتحقق السرعة في عملية الانقباض للألياف العضلية وتظهر في رياضة رمي الثقل أو الاستلام في كرة السلة أو الوثب تعني سرعة الانقباضات العضلية هي السرعة الحركية سرعة أداء الحركة سرعة انقباض العضلة أثناء أداء المهارة أو الحركة من الرياضات ومن أمثلة الرياضات التي تعتمد على سرعة الحركة أو الانقباض العضلي في الألياف العضلية رياضة رمي الثقل أو الوثب أو الاستلام والتسلم في الكرة استلام وتسلم الكرة تعتمد هذه السرعة على سرعة الانقباض العضلي ونتذكر بأن العضلة مرنة تقبل التمدد وأيضا التقلص كلما كان التمدد والتقلص سريعا إذن ستؤدي الحركة أو المهارة في أسرع وقت ممكن ونطلق عليها سرعة أداء الحركة ثالثا سرعة الاستجابة وتسمى سرعة رد الفعل وهي القدرة على استجابة حركية لمثير معين في أقصر زمن ممكن ويمكن تقسيم هذا النوع إلى رد فعل بسيط ورد فعل معقد الاستجابة الاستجابة بالمعين أو الاستجابة بسرعة رد الفعل وهي تعتمد على المثير الذي قد يحدث للشخص أثناء تنفيذ التمرين أو النشاط أو الحركة سرعة رد الفعل من أنواع السرعة ومن أهمها في الأداء الرياضي وهي تخضع لانقباض عضلي نتيجة مثير أو أداء حركة سريعة نتيجة هذا المثير ويمكن تقسيم سرعة رد الفعل إلى قسمين رد الفعل البسيط ورد الفعل المعقد نتعرف عليها ونتعرف على أمثلة لها أولاً رد الفعل البسيط أي أن الرياضي يعرف مسبقاً نوع المثير المتوقع وبنفس الوقت يكون لديه استعداد للاستجابة ومثال ذلك انتظار إشارة الانطلاق في سباقات العدو ويكون المثير هنا عن طريق السمع رد الفعل البسيط أحد أنواع سرعة رد الفعل وهو أن الرياضي يعرف أن هناك مثير سيبدأ أو سيستمع إليه وبالتالي يكون لديه استعداد لسرعة الحركة ومثل ذلك ما يحدث في سباقات العدو في ألعاب القوة يكون الرياضي مستعد على مكعبات السباق ويستعد لسماع إشارة البدء في العدو فإذن هذا هو رد الفعل البسيط في سرعة رد الفعل يكون الرياضي مستعد للاستجابة وإجراء حركة أو انقباض عضلي سريع متوقع أثناء سماعه للإشارة كما يحدث في استباقات العدو في ألعاب القوة يكون المثير هنا هو السمع باستجابته لإشارة البدء النوع الثاني من سرعة رد الفعل هو رد الفعل المعقد وهذا النوع من الاستجابة يكون غير معروف للرياضي مسبقا مثل المناولة أو الاستقبال للكرة في الألعاب الجماعية بصورة مفاجئة ويكون المثير هنا عن طريق النظر رد الفعل المعقد يكون الرياضي غير مستعد لردة الفعل أثناء أداء الحركة أو التمرين وتحدث بطريقة مفاجئة أثناء استلام الكرة في الألعاب الجماعية قد يحدث هنا استجابة ومثير سريع للعب يتفاجأ به وبالتالي يكون هناك رد فعل أو سرعة رد فعل لاستلام الكرة أو التمرير ويعتمد المثير هنا على النظر في الأماكن المختلفة مفاجأة في هذا النوع من السرعة تكون مفاجأة مثير مفاجئة للرياضي أو اللاعب وبالتالي يعطي رد فعل سريع وحركة سريعة انقباض عضلي سريع يناسب الموقف أهمية السرعة السرعة مهمة لأنها تدخل في أداء عديد من الرياضات مثل رياضة العدو السباحة لمسافات قصيرة الرياضات الجماعية ككرة القدم أو كرة السلة أو كرة اليد وغيرها من الرياضات الجماعية الرياضات الفردية ككرة الطاولة التنس الأرضي وغيرها من الرياضات الفردية وأيضا العديد من الأنشطة البدنية لماذا السرعة مهمة في النشاط البدني أو في الأداء الرياضي كما ذكرنا أن السرعات تعني سرعة الانقباض العضلي فكلما كان هناك استجابة لانقباض عضلي سريع كان هناك أداء لمهارات وحركات وتمارين بشكل صحيح وسريع يتطلب إنجاز والنجاح في هذا النشاط من أمثلة الرياضات التي تعتمد على السرعة سباقات العدو في ألعاب القوة فهي تعتمد على سرعة الانقباض العضلي كذلك الرياضات مثل السباحة السباحة القصيرة تعتمد على السرعة في قطع المسافة وبالتالي يكونوا انقباضا عضليا سريع وكذلك الألعاب الجماعية وكما ذكرنا قبل قليل في رد الفعل تكون السرعة مهمة إما في الانطلاق من مكان إلى آخر أو في سرعة الاستجابة ورد الفعل أثناء استلام وتسليم الكرة والمناولة والتحرك من مكان إلى آخر لمباغتة الفرق أو الفريق المنافس كذلك الألعاب الفردية ككرة الطاولة أو التنس الأرضي فهي تتطلب سرعة وانقباض عضلي سريع لأداء المهارة كل هذه الرياضات وغيرها من الأنشطة البدنية تعتمد على السرعة في أدائها وتنفيذها وإتقانها وبالتالي فإن عنصر السرعة مهم في الأداء الرياضي العوامل المؤثرة في السرعة أو التي تؤثر على عنصر السرعة أولاً الخصائص التكوينية للألياف العضلية ثانياً النمط العصبي للفرد ثالثاً القوة العضلية رابعاً القدرة على الاسترخاء وخامساً قوة الإرادة كما ذكرنا في البداية أن السرعة تعتمد على الإنقباضات العضلية فإذاً أحد العوامل المؤثرة على نجاح السرعة وأداء الحركة بشكل صحيح أو فشل أداء السرعة هو تكوين الألياف العضلية فكلما كانت الألياف العضلية جاهزة ومكونة وممرنة يمكن أن تتمدد وتتقلص بسرعة لأداء المهارة والتمرين كذلك النمط العصبي للفرد الإشارات الكهربائية التي تنتقل عن طريق الجهاز العصبي إلى العضلة كي تعطي الإشارة كلما كانت جيدة كلما كان هناك انقباض عضلي صحيح يؤدي إلى السرعة في الحركة أو المهارة كذلك القوة العضلية كلما كان هناك قوة عضلية ومتانة في العضلة تساعد الشخص على الإنقباض والتمدد وأداء الحركة بسرعة وأيضا القدرة على الاسترخاء وهو استشفاء العضلة بعد أداء المهارة والانقباض السريع قدرتها على العودة إلى حالتها الطبيعية بعد أداء انقباض عضلي سريع في الحركة أو المهارة أو التمرين أو النشاط عودتها على الاسترخاء تساعد على أنها تعمل مرة أخرى في أداء عنصر السرعة أو الحركات وأخيرا قوة الإرادة وهذه تخضع إلى الشخص ومدى قوة إرادته لتنفيذ هذه الأنشطة طرق تنمية السرعة يتم تنمية السرعة بعديد من الطرق أولا التكرارات وتعتبر من الطرق الأساسية لتطوير السرعة وتتم من خلال عملية التكرار وذلك باستخدام الصوت أو الإشارة للبدء ثانيا الطرق البديلة من خلال التدريب على سرعة رد الفعل المفاجئ وسرعة الحركة تواليا ثالثا طرق استخدام المعوقات للسرعة التكرارات هي من طرق تنمية السرعة تكرار كما يحدث في سباقات العدو أو تدريب اللاعبين على السرعة في سباقات العدو بالتوقف ثم أعطاء الإشارة والانطلاق في أكثر زمن ممكن ثم تكرار هذا التمرين مرة أخرى هذه التمرين المكررة تطور عنصر السرعة الطرق البديلة هو لتطوير سرعة رد الفعل كما ذكرنا رد الفعل البسيط ورد الفعل المعقد يتم تطويرها بوضع الشخص في أوضاع حركية مفاجئة كما يحدث في تدريب رياضة الملاكمة أيضا في رياضات الاستلام والتسليم في الععاب الجماعية تكون هناك حركات مفاجئة لاختبار وتطوير سرعة انقباض العضلي لدى الرياضي كما يحدث في تدريب حراس المرمى في كرة القدم يتم إخضاعهم إلى كرات مفاجئة لتطوير السرعة العضلية والانقباض العضلي إليهم الطريقة الثالثة هي استخدام المعوقات في السرعة بوضع الرياضي في تكرار للسرعة ثم وضع المعوقات أمامه لتنخفض السرعة وتزداد تنخفض وتزداد وهذا يسبب أو يؤدي إلى تطوير الإنقباض والتمدد في العضلة وبالتالي تطوير أليافها العضلية ونمطها العصبي وبالتالي أداء الحركة والتمرين بطريقة صحيحة وسريعة هذا كان درسنا اليوم عن أهمية السرعة للأداء الرياضي تعرفنا على السرعة بمفهومها البسيط أنها الانتقال من مكان إلى آخر في أقصر زمن ممكن ثم تعرفنا على أنواع السرعة وقلنا هناك السرعة القصوى وتعرفنا عليها وذكرنا عليها بعض الأمثلة الرياضية أيضا السرعة أداء الحركة وذكرنا أنها تعتمد على مدى انقباض العضلة وتمددها وذكرنا عليها أمثلة وأيضا من الأنواع سرعة رد الفعل وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين في مواقف لرد فعل الرياضي بسيط ومعقد وهي تعتمد على المثير في البسيط يكون الرياضي مستعدا لهذا المثير للاستجابة الحركية في السرعة وفي المعقد يكون المثير بطريقة مفاجئة ويتطلب سرعة في الانقباض العضلي وأدائها ثم تحدثنا عن الرياضات التي تعتمد على السرعة كعنصر مهم وذكرنا من ضمن تلك الرياضات سباقات العدو السباحة لمسافات قصيرة الألعاب الجماعية والألعاب الفردية كل هذه الرياضات تعتمد على السرعة وسرعة الانقباض العضلي ثم تحدثنا على ما الذي يمكن أن يؤثر على السرعة وذكرنا من ضمن ما يؤثر على السرعة التكوين العضلي أيضا النمط العصبي للفرد قدرة العضلة على الاسترخاء قوة الإرادة كل هذه العناصر كلما كانت في مستوى جيد كلما كان أداء عنصر السرعة في المهارات والتمارين والحركات بشكل جيد وكلما قلت أثرت على عنصر السرعة وآخيرا تحدثنا قبل قليل عن طرق تنمية السرعة من خلال التكرارات التدريب المتكرر ومن خلال وضع المعوقات أثناء تكرار التمرينات وآخيرا التدريب على المثير بسرعة أو تطوير سرعة رد الفعل هذه كانت مراجحة سريعة لما تعلمناه في درسنا لهذا اليوم ننتقل الآن إلى النشاط المنزلي عزيزي الطالب مارس الأنشطة البدنية الهوائية بانتظام وتذكر أن الأنشطة البدنية الهوائية هي تلك الأنشطة التي تعتمد على الأكسوجين كمصدر للطاقة ومن أمثلتها المشي السريع الهرولة ركوب الدراجة السباحة الأنشطة البدنية الهوائية من الأنشطة المحببة وسهلة الممارسة مارس عزيزي الطالب الأنشطة البدنية الهوائية حافظ عليها اختر الرياضة المحببة لك واستمر على ممارستها بانتظام في الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن استماعكم وإنصاتكم ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته